يواصل نظام الاسد منذ اكثر من احد عشر عاما جرائمه ضد الانسانية دون حسيب يخشى منه عاقبة اعماله وزارة الخارجية الامريكية اصدرت تقريرها العالمي لحوق الانسان للعام الفين وواحد وعشرين تضمن تقارير منفصلة عن كل دولة بما فيها سوريا التقرير تحدث عن استخدام بشار الاسد جيشه وفروعه الامنية لتنفيذ انتهاكات يرقى بعضها الى مستوى جرائم الحرب عشرون قضية موثقة اكد التقرير ان نظام الاسد قام بانتهاكها منها عمليات القتل والاختفاء القصري والتعذيب والاتجار بالبشر الميليشيات المرتبطة بنظام الاسد بما فيها ميليشيا حزب الله كان لها دور في الانتهاكات اذا اكد التقرير انها متورطة بارتكاب مجازر وقضايا قتل عشوائي وخطف مدنيين القوات الروسية متورطة ايضا بقتل مدنيين نتيجة لضرباتها الجوية التي شنتها وفق التقرير اما في شمال السوري فتحدث تقرير عن الوضع الامني غير المستقر والذي عزز البيئة التي ترتكب فيها انتهاكات حقوق الانسان بما في ذلك القتل والانتهاكات الجسدية والاختطاف وفي شمال شرقي سوريا تورطت قوات سوريا الديمقراطية بانتهاكات حقوق الانسان بما في ذلك التعذيب والاحتجاز التعسفي وتجند الاطفال بحسب ما ذكرت الخارجية الامريكية وهنا لابد ان نذكر ان اكثر من مئتين وثمانية وعشرين الف مدني قتلوا على يد اطراف النزاع في سوريا منذ اذار 2011 اكثر من تسعين بالمئة منهم كانوا ضحايا نظام الاسد وميليشياته والقوات الروسية بحسب شبكة سوريا لحقوق الانسان اشتركوا في القناة